اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اهلا بكم في منوعات معرش هلا اول مرة تشوفوا القناة لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد عندك نص كيلو لحمة تعالي وانا اقولك ازاي تطلعيها الكيلو من غير ما تكش كلها فراغات وشكلها حلوة اوي كفتة الحاتي هتعمليها ريحة وطعم حاجة كده تحفة مكون واحد بس هتحطيها هيطلع لك الكمية الحلوة اوي دي وهنا دي التحينة اللي كنا عاملينها مع بعض بوريكي هنا ما عملتش زيت من على الوش ولا حاجة كده حلوة اوي ومطلع كمية كويسة احطي لكم اللينك بتاعي التحينة اول حاجة معايا نص كوباية من البرغر كمان مش نص كوباية كوباية الشاي ما تجيبش مج وتقولي لي دي قالت نص كوباية وكوباية بتاعت الشاي دي معروفة في كل بيت حطت نص كوباية وشلت منهم كمان معلقة صغيرة معايا نص كيلو من اللحمة بصلتين كبار بشرتهم وصف الميا بتاعتهم وكمان طماطمية بشرتها وصف الميا بتاعتها كمان دلوقتي بتعاير البرغر قبل ما بتغسليه لان لما بتغسليه بزيت شايفة الكمية زادز ازاي بعد الغسيل هحط في مية البصل ومية الطماطم هنا ممكن تحطي البهرات لكن بصراحة نسيت احطوهم في الوقت ده انت ممكن تحطيها وتسيبيها مش هتسيبيه اقل من نص ساعة مهمة قوي ان انت تنقعي البرغر كويس مش اقل من نص ساعة البهرات اللي هحطها عليه هنا بعد نص ساعة شايفة نفش كمان قد ايه معايا معلقة صغيرة من الكمون معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة معلقة صغيرة من البابركة السبع بهرات معلقة صغيرة شطة طبعا لو انت حبها هتحطي حطيت معلقة صغيرة والملح على حسب الكمية اللي انت عاملها حطة معلقة صغيرة من الملح هقلبهم كويس بالبهرات ومعيا بقى اللي بيودي الريحة والطعم ويخلي الكفتة بتاحتك جوس كده وطرية وحلوة قوي دهن تلية لو عندك دهن تلية بص كمية صغيرة على نص كيلو يعني حوالي معلقتين كبار بتدي ريحة يعني بتخلي ريحتها زي اللي بيجيبيها منبرة مجرد بنتي ما بتدقها بتقول لي الله يا ماما زي اللي بنشرها منبرة فالسر بتاع الريحة والطعم وازاي بتكون طرية وبتلمع كده من الوش بتاعها الدهنة بتاحت اللية مهمة قوي ان انت تحطيها او اي دهنة موجودة عندك بص اكتر لية الخروف اللي بتخلي ليها ريحة وبتخليها طعمها كمان حلو هضربهم في الكبة كويس سر من اسرار الكفتة ان هي تطلع متماسكة ان انت بتضربيها كويس ما عنديكش كبة كينك بتعجيني عجين وهتعجينيها كويس المهم ان هي تفتل معيك وتطلع فتل هوريك دلوقتي الفتل اللي بتكون طلع منا ده سر من اسرار الكفتة ان هي بتكون متماسكة يعني فيه ناس كتير قوي بتقول لي بتفك مني بتفك منك علشان مش بتعصري مية البصل قبل ما بتحطيها ومش بتعجينيها كويس هاجينها كويس في الكبة او لو ما عنديكش كبة بيديكي هتفضل تعجينيها هوريكي الفتل دلوقتي ده بيكون شكلها يعني عاوزة شكلها يكون كده ودي الفتل يعني هوريكي دلوقتي ازاي بتكون مفتلة اي وهو ده بالضبط كده النتيجة اللي عاوزها اه هي دي الفتل اللي بتكون اه طلع من اللحم عندك العصيون بتاعت الشيش طبوغ بس انت عندي اللي هي الساميكة دي حلوة قوي على فكرة يعني رخصة جدا واي حد بمستلزمات المطبخ هتلاقها موجودة عنده هتجيبيها وهتحطيها دي اللي بتساعد الكفتة بيكون كلها فراغات من جوه مش بتكون اه مكتومة هبدأ سياخة شوفوا متماسكة ازاي ده يعني تعرف ان انت على طول ان شاء الله الكفتة هتكونك حماكي اه بصلايا صغيرة بشرتها وكمان طمط مية واخدت المية بتاعتهم حطيت عليها ملح وكمون وفلفل اصمر وانتي بتصبعي يعني هتبلي ايدك بس كده وهتضغطي عليها علشان اللون الاحمر الحلو اللي منبرة استر في الطمط مية اللي انتي بتاخدي ميتها وبتحطيها عليها شايفين كده حسيت اني ممكن اطولها شوية السياخة تاخد معي اكتر فهبدأ اطولها والتانية كمان هطولها اكتر من كده عندك شبكة هتحطي الشبكة اه على صواني الفرن كده زي ما حطها وهترسيه مع الشبكة الشبكة كمان هتخليها مضلعة كانك اه بتشويها على يعني على السياخ بتاعت الفحم انتي بتحطيها على شبكة الفحم هتضلع معاك وهوريك دلوقتي هيكون شكلها ايه هبدأ قلبها عالجنب التاني شايفين هنا الكفتة متماسكة ازاي معلش لو بطول معاكو في الكلام بس عاوزة يعني كل حاجة اقول لكم عليها علشان تعملوها وان شاء الله تنجح معاك وهو ده شكلها ما اخدتش حاجة خالص في تصبحها علشان آآ متماسكة وكويسة المهم ان انتي كل ما بتصبعيها بتحطي الميا اللي انتي بتعمليها بتاعت البصل والطماطم علشان لون الكفتة يكون احمر وحلو هولع الفرن من تحت بس مش هولع الشوية وهي هحطهم الميا اللي هتفضل معايا بتاعت الطماطم والبصل هحطها في الصينية وهزود ميا تاني انتي كل شوية هتبصي على الميا لو حستي ان هي نشفت منك هتزودي ميا تاني لحد ما تستوي وهنا دي بقولك في واحدة عملتها من غير السيخ هنا بصي بعد ما قلبتها بتضلع ازاي من الشبكة كيانك جايبها مبارة بالزبط هنا الميا اللي تباقت هحطها وحط كمان بولة من الميا زي ما قلتلك انتي هتشوفيها اول ما هتنشف هتبدأي تزوديها ميا لحد ما تلاقي القفتة استوت كده وحمرت هتحمر من غير ما تولع الشوية خالص يا رب تجربوها وتطلع كويسة ما شويات يعني سلطات هنعمل سلطة بابا غنوك بطريقة حلوة قوي معايا المهم يكون عندك بتنجنتين يكونوا كبار او بتنجد المهم تكون فيها لحم كده وساميكة شوية هحطها على النار من فوق خلي بالك ما بتاخدش وقته خالص وهتبدأي تضيريها على طول لان بتستوي على طول طبعة وازيها اللون اللي برا ده ما يختلطش باللحم اللي جوه ويكون لونه ابيض وحلو بولة فيها ميا زي ما بعمل كده وتأشري بالمعلقة وهي تبدأي تخسليها على طول في البولة يعني ان شاء الله هتتأشري معاك على طول وتأشريها وهي سخنة كده هتلاقيها فصلت عن القشرة ولونها ابيض زي البفتة زي ما انت شايفاها كده ما بياخدش سواني عن نور وفي تأشيره كمان لو قشرتيه سخنة بتأشري معاك على طول طب هتحضري له ايه عندك هاريسة شطة لو مش عاوزها حرقة ممكن هاريسة شطة يعني هاريسة فلفل احمر يكون حلو مش حرق هنحط حوالي معلقتين او تلاتة من التحينة اه وعندي الهاريسة الشطة حط عليها طوم اه ممكن تحطي فصين طوم وهتحطي البابا غنوج وعصير لامون هحط كسبرة نشفة وكمون وملح بس هو ده اللي انا هحط عليه وهاريسة الشطة اللي حطتها عصير لامون معلقتين من الزيت معلقة خل وهضربهم في الكبة ما عنديكش كبة هتضربهم في الهون ممكن تتحنيهم في الهون هيتطحنوا معاك على طول هوريك دلوقتي هي لفة واحدة بس وهسيبهم مش عاوزة اخلطهم يعني جامد يكونوا مهرسين اوي هارسة صغيرة كده بحيث ان هي ما يكونش متماسك وفي نفس الوقت يكون شكله زي ما انتم شايفينه طعم حلوة اوي اوي جربيه ولدك هيحبوه والتحينة كمان بتديله طعم ودي كانت صفرتنا يا رب الوصفة تكون عجبتكم النهاردة وقدرت اوصل لكم طلعت كمية كويسة من نص كيلو فرطت كتير اوي السياغ بتساعد ان هي ما بتكشش وكمان السياغ بتاعها بيكون سهلة اوي انت بتحطها في الفرن بتستوى مع نفسها وخدت اللون ده من غير ما ولع الشوية خالص ما تولعش الشوية عشان ما تنشفش منك لو انت لقتيها احمرت من فوق ممكن تضياري السيخ عشان تحمري بالزيادة والبابا غنوك كان حلو قوي ودي التحينة بوريكو قد ايه ما عملتش زيت من على الوصف خالص وكانت كويسة وزي ما قلتلكم هسيب اللينك بتاعها هوريكي بقى الكفتة قد ايه كانت هشة من جوة وكلها فراغات ما حطتش مكونات كتيرة ولا حاجة المكونات بتاعتها بسيطة جدا موجودة ان شاء الله في كل بيت كانت عموها حلو يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم لو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسابسكريب عشان يوصل لكم كل جديد ودي اللي كنت حطها من غير سيخ بوريكو ازاي ان من جوة بس السياغ بتخليها هشة وحلوة اشوفكم ان شاء الله على خير في منوعات كتير اوه مع رشا مع الف سلام